أهلا بكم في القناعة معكم الدكتور سيد مدبولي إن شاء الله في الفيديو ده اللي هو فيديو رقم اثنين هنقدم الدرس التاني من الوحدة التمن أهلا بكم في الفيديو دوس على قرس التنبيهات بتحصلك كل الفيديوهات اللي أنا بأنشورها شارك الفيديو مع أي شخص يمكن يستفيد منها ما تنساش ترسلنا تعليقاتك تعليقاتك مهمة جدا بالنسبة حسنا نذهب إلى سفحة التمنتاشر من اللي هو كتاب الطالب وبعد كده يبعديننا سفحة التسعتاشر من الوركبوك أو كتاب الأعمال من المستحرك من المستحرك من المستحرك من الوقت حيث تريد عيز تعمل حق اسمها انتشاب هذا التنسيب عن التساطي من المستحرك انتشاب انتشاب هي دورة تدريبية عيز تعمل دورة تدريبية أثناء العجازة المدرسية What should you consider when deciding where to apply أي المفروض تخضه في اعتبارك لما تكرر أن أنت تتقدم للحصول على دورة تدريب As usual, I want to ask you to think of an answer to try to talk even to yourself فكر كده في الإجابة وحاول تكلم حاول تحلوها تكلم مع نفسه طبعا في بعض الناس يقول لك طبعا أنت لا تبدأ بكده حاجة زي كده يعني زي هي Before you start على الأقل أنت هون تسمعتي كلمة internship وهي من كلمات الأساسية في الوحدة وعرفتك ديرت كتابة الصوتية بتاعتها سمعتيني وانا بنطأ جملة جملتين استفعت هي اللغة كده لازم تتعرض للغة Listening, you are going to listen to a presentation on how students can find the right internship أنت الوقت هتسمع أنت طبعا تمرين listening هتسمع لي presentation يعني presentation شخص بيقدم حاجة يعني هتوارك إزاي أن الطالب ممكن يلاقي اللي هي الدورة التدربية الصحيحة What advice do you think the speaker might give إيه النصيحة اللي في اعتقدك المتحدث اللي هو بعمل presentation ممكن يعطيها Compare and discuss the ideas So think of this this advice okay ده طبعا قبل ما نسمع يعني النفوض انت تفكر في النصيحة اللي هيقدمها الاسبيكا اللي بعمل presentation دي اللي بقدمها للطلاب اللي بدوروا على دورة تدربية and this number two ان شاء الله دابن after listening listen to listen to the presentation which three pieces of advice for finding the right internship that the speaker give ايه النصائح الثلاثة طبعا ندينها بقول pieces of advice في اللغة الإنجليزية advice كلمة advice طبعا دي كلمة بشكل عام ما فيش منهاش موفرد دارش تقول one advice or an advice لما تحب تقول نصيحة واحدة بتقول a piece of advice فهنا عندي three pieces of advice يبقى دي ثلاث نصائح في كلمتينة بنستخدمها اللي هي tip tip ممكن تقول three tips برضو معناها ثلاث نصائح فانت ايه هي ثلاث نصائح اللي بقدمها للسبيكر عشان لإيقاد دورة تربية الصحيح let's listen and then come back and answer number two خليني بقى نسمع كنا ونرجع تاني ونسمع آسف ونحل الأسئلة الثلاث بش نحل الأسئلة الثلاثة نقيد النصائح الثلاث الطبيبتي I don't have record so i'm going to read the 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 a audio script طبعا طبعا بالكلمعتاد أنا عندي شي التسجيل أنا هكرقلكو اللي هو التسجيل النص بتاع التسجيل hello and welcome today we're going to be looking at how students can can make good choices about the type of internships ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تلسف أن تتحقيق بعمل على خلال أكثر من الممكن حيث عن المستدر الـ على المقاطرة حيث عن المقاطرة حيث عن المقاطرة الحيث عن التعليم تنظر التوصيونة عمو الأخي مزيد لترجمة حيث عن المنزل تتحدث في Recordsisonة حيث عن المقاطرة دمتع في حيث عن المنزل ترجمة نانسي قنقر 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 which work experience positions will give you the best chance of finding a permanent job afterwards خذ في اعتبارك اللي هي الشغلة او الوظيفة اللي انت هتعملها كمتدرب او في الدورة التدريبية وخذ في اعتبارك انها ممكن تساعدك بعد كده في انها توفر لفرص عمل عمل دائم بقى فيما بعد اعتبارك بقى بقى لفرص عمل عمل اعتبارك بقى لفرص عمل 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 ما هي المواد المدرسية التي تتمتع بدراستها؟ ما هي المواد المدرسية التي تشعر فيها بطمئنان أو براحة؟ ولماذا؟ هل في رأيك تشتغل أو تعمل لصالح شركة كبيرة ومعروفة؟ ما هي المواد المترجم؟ we're going to talk about the passive and the present simple passive and the past simple passive okay and then I'm gonna call him on the middle of the whole time in two lessons in this lesson listen to and also in lesson three and the middle of the whole for that and and but before starting to talk about the present simple passive and the past simple passive let me tell you something very important خليني بس قبل ما أبدأ أشرح هو المبني المجهول في المدارع البسيط وفي الماضي البسيط إن قال لكم حاجة مهمة جدا in last year's exam the first two questions in the exam were in the passive في امتحان السنة اللي فاتت أول سؤالين أول سؤالين في الامتحان وهم طبعا كانوا من ثمان أسئلة على القواعد كانوا في المبني للمجهول and أنا أنا أقدم لكم السؤال قبل مشرح أورك السؤالين أهم okay so this is question number one أدى السؤال رقم الواحد أدى امتحان السنوية العامة طبعا عندي فيديو للامتحان حلل في الامتحان وقدم فيه شوية نصايح هحطو لك الرابط إن شاء الله مع الفيديو دوا تروح وتشوفوا ده سؤال أولاني two of the correct words to complete the sentences اختار الإجابة الصحيحة don't worry your phone by tomorrow morning here are the four choices or the four destructors don't worry your phone by tomorrow morning will have fixed it's going to be fixed it's going to fix will have been fixed هنا الأربع اختيارات هنا بقولك لا تقلك تلفونك صباح غدا صباحا طبعا هنا تلفونك سايو فيتم إصلاحه اوكي واذا الاختيار اللي هو will have been fixed ديا مبنيا للمقهول الجملة مبنيا للمقهول هشرح لك بعضا كده برضو وده future perfect passive بس الزمن هنا ايه الزمن هنا المستقبل التام في المبني للمقهول اوكي وادا الجملة التانية هيا اريكي الجملة التانية وكانت تاني يقوم لها في الاختبار مباشرة من تمن قوم لها في القواعد اثنين قوم في ال passive عشان كده لازم تهتم بال passive the police said just now that the windows before the thieves went into the building and أدل الأربع اختيارات had been broken have been broken were being broken had broken البلوس بيقولنا الشباك حصلوا ايه قبل ما اللصوص يدخلوا المبنى طبعا هي هذا هو الاختيار الصحيح had been broken الشباك قسيرة مبنيا للمقهول الشباك قسيرة وديا الماضي التام this is past perfect passive دا الماضي التام في المبني المقهول and by the way i'm going to add of course in the description of the video i'm going to add a link to a video in which i explain all 12 tenses in the passive انا ان شاء الله في وصف الفيديو برضو هقدم لك هحط لك رابط الفيديو انا شرحت فيه المبني المجهول لل 12 ثمان وبالتفصيل احنا عندنا في الكتاب عندنا بس المضارع البسيط والماضي البسيط وبعد كده في درس ثلاثة هيبقى عندنا تقريبا اللي هي المودلز اللي هي الافعال النقصة فمعنديش يعني الكتاب مغطي ال passive في ثلاث حالات فقط لكن انا عندي فيديو مغطي كل حالات ال passive هحط لك الرابط ولازم تدرس الحالات كلها عشان الفجأة اللي اقولها لك ان الزمنين اللي قم في الاختبار دول اللي هو المستقبل التام اللي شرحته في السلايد اللي فات والماضي التام اللي انا قدمت لك المثال عليه في السلايد ده للاسف الاثنين مش من الازمنة اللي كتاب تناولهم في ال passive فلازم تتوسع وتدرس كل الازمنة في ال passive وهتلاقي الرابط ان شاء الله وبعد ما تتفرق على الفيديو روح وتفرق على ال passive في جميع الازمنة ان شاء الله تعالى Okay Now let's introduce the present simple passive and the past simple passive خلينا بقى نقدم الوقتي المضارع عندنا بقى المضارع البسيط وعندي الماضي البسيط في المبنين المقهول Use the passive استخدم the passive when you want to focus on the action or activity لما بكون عايز تركيز على الاي بقى لما بكون عايز تركيز على الحدث او النشاط Rather than the people doing the action or activity وليس التركيز على الشخص او الناس اللي بتعمل الحدث يبقى هنا في المبنين المقهول انا بركز على الحدث وليس على من يقوم بالحدث Sometimes we use the passive because we don't know who did the action أحيانا بنستخدم passive لما منكنوش عارفين من اللي الان بالحدث يبقى اللي قائم بالحدث بيكون مقهول Use the present simple passive to talk about facts or regular activities استخدم passive في زمن المضارع البسيط لما يكون بتحدث عن اي facts and regular activities هتستخدم المضارع البسيط عشان تركيز على الحقائق او الاشياء المعتادة We form it with is are plus the past participle من كوين اي بقى لو المضارع البسيط في المبنين المقهول من كوين ب is or are زائد التصريف التالث For example If your choice is based on these factors Look is based عندي is I have is and based is the possible of the verb base and it's a regular verb and عند هو is based your choice the singular مفراد فخدنا خدنا ايز ودا التصريف التالث من بيس we added only d because it's a regular verb لين بيس فعل قياسي فضفنا له فاخرو اي ضفنا له دي فقط Okay Decisions Decisions تتبعان جمع That's why we use are made If decisions are made If القرارات تصنع أو تتخذ فهنا decisions جمع فاستخدمنا ايز a choice a singular فاستخدمنا ايز Decisions plural استخدمنا ايز and made is an irregular verb and it is the possible of make make made 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 okay let's move to the past simple we use the past simple passive استخدم الماضي البسيط في المبني المقهول for completed actions and activities in the past طبعا للأحداث اللي تمت اكتملت في الماضي we form it with was was were plus the past possible بنكوني ازا بقى في الماضي في المضارع كنا بنستخدم is و are لا في الماضي البسيط هستخدم was were زائد التصريف التالت طبعا أساس عندي في في أي حاجة في في الماضي البسيط هستخدم بأي شكل من أشكاله زائد التصريف التالت فهنا في المضارع كان عندي verbi to be is or هنا في الماضي البسيط عندي verbi to be was aware تصريف التالت okay let's have a look at some examples try to find out if a permanent job was later offered to the last person who did work experience with them and we have here was offered job is singular we use was and offered in the past possible of offer and it's a regular verb عندنا جوب مفرد خالت وز we offered فعل قياسي اللي هو بنتهب ed ضفناله ed اهوان في التصريف التالت okay maybe you were awarded a prize for maths فهنا يوب تاخد طبعا where يوب تاخد where awarded you were awarded and also awarded is a regular verb awarded هنا طبعا فعل قياسي اللي هو ضفناله دي في التصريف التالت okay now i'm going to explain it again and in the grammar reference in the book all grammatical rules are explained طبعا زي ما تلقوا قبل كدا أنا هاعد تاني هنا and of course reputation you know anchors or consolidates whatever you study okay it helps keep it in your mind أنا ده ده هكرره مرة تانية ده موجود في grammar reference اللي هو في كتاب المدرسة اللي انتم مهملين ومش متمين به في مرجع كدا للقواعد اللي موجودة في الكورس كله بقدم فيها كل القواعد في الكورس فأنا بقدمها في الكتاب في كل وحدة وبروح لgrammar reference أجبها لك مرة تانية أقدمها لك بحيث انك انت بتعمل عملية consolidation عملية دعم عملية تثبيت للمعلومة يعني اللي أنا هقوله دلوقتي يعتبر تقرار وتقرار طبعا بيعلم الشطار الحلوين اللي زيكم use the passive to focus on the action or activity كلام طبعا مكرر معلش يعني سامحني استخدم passive عشان تركز على الحدث استخدم passive اللي هو المبني المبهول عشان تركز على الحدث أو النشاط rather than the people doing the action أكثر من هالناس اللي هما بيقوموا بالحدث if you don't know which person المش عرف الشخص مين لما تش عرف الشخص الان بالحدث the only position is to use the passive لما مكنش عرف مني الان بالحدث الحل الوحيد انك تستخدم المبني المبهول sometimes you want to say who did the action in a sentence and then you use by plus the person at the end of the sentence أحيانا في بعض الأحيان انت بتحب تذكر الشخص الان بالحدث اوكي ففي الحالة دي بعد ما بتبنها للمجهول بتذكر الشخص في نهاية الجملة مسبوقا بباي يعني باي أحمد باي علي باي اوكي فأحيانا بنلقى لهذا الشيء إذا كان ذكر الشخص مهم بس يأتي في الأهمية بدرجة تانية بعد الحدث يعني الحدث هو الأهم عشان كده نتخليه في المبني المجهول والشخص برضو نحتاج نذكره فبنذكره مسبوق بباي فنهاية الجملة the present simple passive هذا هو المضارع البسيط في ال passive طبعا ده تكرار اللي أنا قلته قبل كده you form the present simple passive with is a plus the past possible بتكون المضارع البسيط في المبني المجهول ب is أو are زائد التصريف الثالث use the present simple passive for facts regular activities or processes that are always the same طبعا هنا هتلاقي برضو معلومات زيادة أكتر من المعلومات اللي قدمناها قبل كده أضاف بعض المعلومات استخدم المضارع البسيط الحقائق والأنشطة المعتادة والعمليات اللي هي بتتكرر وهي دايما متكررة وهي نفس الشيء if your choice is based on these factors if your choice is based هنا طبعا is plus the past possible of based is with تصريف الثالث من base and pay attention to the pronunciation of based طبعا عايزك تنتبه لنطي based باس الـ I say based and not based pay attention to this I mean the decisions that are made طبعا هنا are made okay and and made is the past possible of make زي ما قلنا قبل كدا made التصريف الثالث من من make the past simple passive الماضي البسيط في passive you found the past simple passive with was or were plus the past possible المبني المجهول المبني المجهول في الماضي البسيط بنستخدم له was or were قلنا كلام ده قبل كدا المدارع البسيط is or are زي طبعا تصريف الثالث القاعدة في المبني المجهول حاكتين verb to be في اي شكل منه am is or was were be being okay كل اشكال verb to be زي التصريف الثالث هو ده المبني للمجهول طبعا بتختلف حسب الزمن يعني أنا present simple استخدمنا is or past simple was where زي التصريف الثالث لو روحت الفيديو اللي أنا عمل لك الرابط بتاعها هتعرف بقيت القواعد okay you're the past simple passive for actions activities and processes that were completed in the past and aren't happening now استخدمه بنقرر نفسك كلام تاني للحقائق والوقاع والعمليات اللي تمت وانتهت في الماضي ولا تحدث الآن ما لهاش علاقة بالوقت الحاضر المنافذة 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 was stopped طبعا هنا أوقفت because of a technical problem was stopped طبعا هنا was competition مفرد خذت was و stopped وقفت التصريف الثالث دفع القياسي من stop و pay attention to the pronunciation of ed at the end of stop شوف هناك بقى نطق ed بعد stop stopped تنتقت طبعا في فيديو عندي أن عمله لنطق ed في نهاية الأفعال برضو حط لك الرابط عشان تتعلم إزاي تنتق ed بشكل مظبوط حيث it was stopped because of a technical problem okay علي and yasser were awarded a prize by a teacher at their school علي علي و awarded is a regular verb a regular awarded فعل قياسي فهنا طبعا حطنا له إيدي okay let's move to the next slide okay this is an exercise read the comments that students wrote after watching the presentation online look at the verb forms اقرأ التعليقات اللي يتعليقات 1 2 & 3 اقرأها اللي يتلم الطلاب كتبوها بعد ما شافوا الPresentation online look at the verb forms بص على شكل الفعل لودا كنت بيس are organized was offered okay فشوف الأشكال الأفعال ديا read P هنكتب P if they are passive لو كانوا P لو كانوا في المبني المجهول حط حرف P بي and or A if they are active أما لو كانوا في المبني المعلوم فنحط الحرف A okay number one it's great if you can base your internship on something you really enjoy يعني و بشارة خلاص عندي آر و تصريف التالت يبأى مبني ل المجهول I was offered a job at the company where I did an internship and this seems to happen often so you should definitely think about that when you are applying عندي was offered عندي فربي to be was و التصريف التالت offered تلقائيا دا يعتبر A passive tell your partner whether you agree or disagree with the comments in exercise 4 and say why قول لحد انت لي متفق او غير متفق مع التعليقات اللي في التمرين اللي فات له التمرين الربعة وقول لماذا okay choose the correct verb form for each sentence اختار شكل الفعل الصحيح لكل جملة عندنا اوها 4 sentences عند اربع جمل وفي كل جملة عندي فعلين اختار الصحيح منهم number one has been done for you هذه الاولانية هي محلولة لك او محلولة لك all of the candidates cvs كل cvs او السير الزاتية بتاعت المتقدمين للوظيفة are read read my members of our human resources team are read يعني قرأت او تقرأ read يقرأ عن طريق اعضاء في بعد انتشار عندنا او فريق الـ او فريق الـ ما هو الـ الـ الموارد البشرية okay فانا طبعا تقرأ هيا طبعا طبعا are read passive مبنية للمنبو أحقًا التدربية في الشركة لكني لكني لم أستطيع الذهاب لم أستطيع الذهاب it means that it is passed طواما لم أستطيع يبدا ماضي so I'm going to choose what I'm going to choose was okay أختار هنا was مش آم we are offered offer all of our interns the chance to take part in our training program نحن are offered يعني يعرض علينا ولا offer نعرض all of our interns كل اللي هم مشتركين في الدورات التدريبية الفرصة أنهم يشاركوا في برنامجنا التدريبي فإحنا هنا بقى يعني يعرض علينا ولا بنعرض of course it is going to be offered نحن نعرض هنا طبعا الاختيار الصحيح هتبقى مبنية للمعلوم نحن نعرض على كل المتدربين الفرصة أنهم يشاركوا في البرامج التدريبية this company is seemed ولا seems هذه الشركة it seemed ولا seems it seemed يعني seem يعني يبدو مبنية المقول ولا seems يبدو to be very popular يبدو أنها مشهورة جدا with students who are looking for work experience مشهورة جدا ان فيها طلاب بيبحثوا عن بيهدفوا الحصول على work experience اللي هي خبرات في مجال العمل طبعا seem لا تبنى للمجهول seem لا تبنى للمجهول فقول this company seems هذه الشركة يبدو seems to be يبدو أنها فما نفعش أقول is seemed لا تأتي في المجهول seem من الأفعال اللازل لا تأتي في المجهول طبعا الأفعال اللي ما بتجيش في المجهول أنا برضو مقدمها في الفيديو اللي هيحطوا لك الرابط بتاعه كل الأفعال اللي ما بجيش في المجهول مجودة في الفيديو أشرت إلها في الفيديو okay now you're going to listen to the presentation again and evaluate how good it is مفروض هتسمع بقى للpresentation مرة تانية وهتقيمها لأي مدى هي جيدة take the things take معنى حط علامة صح حديا take العلامة صح the things the speaker does and mark the things the speaker doesn't do with a cross يبقى تحط a tick على الحاجات المتحدث قام بها وتحط القروس اللي علامة صح دي على الحاجات اللي هو الحاجات المتحدث لم يقوم بها number one has been done for you الأولانية دي أنا هي معمولة لك هي محلولة كمثال telling the audience that you are going to talk about telling the audience what you are going to talk about at the start of the presentation and this is actually okay it is one of the things which the speaker does دي أحد الاشياء المتحدث فعلا بيقوم بيها letting the audience know when you are when you are moving on to the next part of the presentation and making links between these different parts this is also something the speaker does طبعا برضو النقطة دي المتحدث بيقوم بيها speaking fluently without many storms and starts أنا لا دي أعتقد إن هي لا برضو يعني تعتبر برضو صحيحة من الأشياء اللي هي المتحدث بيقوم بيها explaining ideas or processes processes that they are talking about with examples it's also done by the speaker طبعا هنا متحدث برضو بيقوم بيها communicating with the audience for example by asking them questions or checking their understanding of what 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 you have said this is actually it's not done by the speaker طبعا المتحدث بيقوم شبال موضوع دوان having having a conclusion at the end of the presentation which summarizes what you have talked about no it's not done by the speaker okay imagine where it compares imagine your partner is the presenter and you're giving him or her some feedback on the presentation تخيل إن شريكك هو presenter واحد بيعمل presentation اعطي له feedback او اعطي زملتك يعني دي او feedback على presentation اللي هو بيقدمها او اللي هي بتقدمها use information from exercise 7 to practice giving your partner feedback ها تستخدم معلومات من التمرين رقم سبعة اللي فات عشان تزود زميلك او تزود زملتك بي اللي هو feedback اوكي now we come to reading exercise 9 you're going to read a part of a book which gives advice to people who want to be nurses انت هتقرأ جزء من كتاب واللي بيقدم نصايح لأشخاص هيبقوا يعملوا ك nurses يعني ممرضين او ممرضات طبعا كلمة nurse ما تستخدمش فقط للمؤنث يعني كلمة nurse ممكن يكون ممرضة او ممرض لا زي كلمة doctor doctor بتبقى for both males and females نفس العملية this part is about being in charge الجزء دام لكتاب بتحدث عن كونك in charge يعني مسؤول كونك مسؤول او في موقع المسؤولية tell your partner what what you understand by being in charge هتقول لزميلك او لزميلتك ايه مفهومك لكونك in charge كونك مسؤول and what you think this could mean if you are a nurse ومعنى ايه انك تكون مسؤولة او تكوني مسؤولة لما تكوني او تكون ممرضة او ممرضة okay so we're going to read this part this is the part of the book اذا قوز اهوان from the most callousel طبعا كلمة دي نطقها اكيد هكون جديدة بالنسبة لكم from the most callousel calamities طبعا calamities معناها مصائب فcallousel هنا دي معناها يعني great or large كلمة دي معناها مصائب كبيرة يعني مصائب عظيمة okay فcallousel دي من الكلمات المهمة عندنا في الدرس وهي معناها شيء عظيم او كبير down to the most terrifying accidents يعني من المصائب الكبيرة حتى الحوادث اللي هي مرعبة results are often traced or rather not traced to such word of someone in charge or of his knowing how to be in charge to be in charge is certainly not only to carry out the proper measures yourself but to see what everyone else does does so too هذه الوزة من الكتاب اسمو notes on nursing هذه الوزة من الكتاب what it is and what it is not وكتاب مؤلف سنة 1859 سنة 1859 و هذا المؤلف Florence Nightingale هذا اسم المؤلف read the text اقرأ النص use the context to work out the meaning of the words and match them with their meanings اقرأ النص استخدم السياق انك انت تعرف معاني كلمات ووصل الكلمات بتعرفتها عشان كده انا بقول لكم يا جماعة ما ننفعش نحن نتعلم كلمات في قيمة الكلمات بتتعلمها في السياق عشان كده لازم تتعرض للغة وتستخدم الكلمات في السياقات وتتعلمها من السياقات ما ينفعش نستخدم الكلمة في كلمة زي ما وردت لكم قبل كده لها 12 معنى فلازم الكلمة تكون في السياقات احتيق والميات okay number one has been done for you ادي كلمة الأولنية اللياء من قول السيل it means very large كلماتafar كبير جدا really large kilometers the word of kilometers كلماتughing ايه معنى big problems or accidents اللي هي كلامة تزلي المصاب اللي هي مشاكل كبيرة أو الحوادث and then we have the word trifling على فكرة ممكن نكون أنا نطقتها terrifying على فكرة ذا النقطة ما كانش مزبوط للأسف مغدش ملاحظة ال L هي trifling trifling معنى جاي من كلمة تريفل small or unimportant تريفل يعني شيء بسيط شيء لا يذكر مش مهم شيء مش مهم يعني احنا بالعامية كي يقولون شيء تافه يعني trace to معنى find the reason why something happened هنا معنى trace to معنى هنو يجد سبب حدوث الشيء يتعقب الشيء لحد ما يوصل لسبب حدوثه فارغو ان انتو تنتبهوا كلمة تريفل لان انا قرأتها terrifying في التكست الفات فننتبه ان هي تريفل وليس تريفايت انا اعبول جايز فور دس فبعتزر على هذا الخطأ read the text again answer the questions about the writer's beliefs اقرأ النص مرة تانية تبعا مش هنقرأ answer the questions about the writer's beliefs خلونا نقول اسئلة ديا عن معتقدات الكاتب we have only two questions في عندي سؤالينه number one when things go wrong this is usually because لما الاشياء بتذهب في الاتقاه الخطأ دايما دا بيكون بسبب ايه a the person who is in charge is doing a very bad job and الشخص المسؤول بيقوم بعمل سيء nobody is in charge or nobody knows how to be in charge ما فيش حد مسؤول ولا حد عارف ازاي يكون مسؤول a lot of little accidents have happened and caused problems في كثير من الحوادث البسيطة حصلت وسببت مشاكل هنا ايه هي بقى معتقدات الكاتب في النص طبعا دي معتقده اللي هي ايه دي عقيدة الكاتب the person who is in charge is doing a very bad job هنا عقيدته ان الشخص المسؤول بيقوم بعمل سيء number two what do you do when you are in charge ماذا تفعل عندما تكون في موقع المسؤولية you do everything that needs to be done yourself بتعمل بكل شيء كل شيء مفوض يتعمل بتعمله بنفسك you indicate other people so they know what needs to be done بتعلم الناس البقيين ايه هو المطلوب عمله you do what needs to be done and check that other people do that too بتقوم بما ينبغى عليك عمله ولكن ايضا بتشيك على الاشياء الاخرى للمفروض الناس تقوم بعملها this is actually the writer's belief دبعا عنديا دي عقيدة الكاتب او ما يؤمن به see this is a speaking exercise ده طبعا تمرين speaking بقلتلكم don't neglect any skill don't neglect any exercise زي ما قلتلكم ما تحاولش تهملوا اي تمرين ما تحاولش تهملوا اي مهارة المهارات كلها بتدعم بعضها وانت المفروض بتتعلم اللغة مش مقرر انك بتعلم بعض المعلومات عن اللغة تعلمك اللغة هيشتاعدك ان شاء الله في حل الاختبار بشكل كويس do agree with the writer's understanding of what being in charge means and what هل انت بتتفق مع الكاتب في فهمه لعملية in charge المسئولية او تحمل المسئولية ولماذا هل بتتفق معاه في افكاره ولا ولا ما بتتفقش معاه ولماذا try to think would you like to be in charge in your future career هل تحب انك في مستقبلا لما يكون عندك في وظيفة المستقبل انك تصبح شخص مسئول what could be the advantages and disadvantages of having responsibility for other people at work ايه ممكن تكون المميزات والمساوي انك تكون مسئول عن اشخاص اخرين في العمل يعني كون في موقع قيادة ومسئول عن اخرين try to think loudly of some answers يعني ريت كنا نفكر بصوت مرتفع في بعض الاجابات على الاسئلة دي now we come to the workbook طبعا الوقت اجينا للworkbook if you're following up in your book go to page 9 لو انت بتابع في الكتاب اتروح للصفحة التسعة وانا عاف انك لا بتابع في الكتاب ولا احزنون but anyhow i have everything here انا قيب لك الكتاب كامل قدامك فمفيش مشكلة answer the questions you can use a dictionary اجيب عن الاسئلة ممكن انت تستخدم قموس وانا طبعا علمتكوا قبل كده زي تستخدم القموس لها online لازم يكون عندك قموس online english english و تاني english arabic و arabic english لازم يكون عندك قموس انجليز انجليزي وقموس بترغم من انجليزي العربي و من عربي لانجليزي there are a lot of dictionaries online you have got to use them لازم تكون عندك مهار تستعمال القواميس اللي موجودة online what is the difference between human resources and a human being ايه الفرع ما بين human resources و a human being و a human being معناها شخص انسان بشر يعني so this is actually the answer of the first question اذا الاجابة بتاعة السؤال الاوليني human resources is a job or department of a business that deals with taking on and training stuff طبعا الهيومن resources اللي هي الموارد البشرية طبعا هي وظيفة او قسم في شركة او مؤسسة اللي هي بتتعامل مع توظيف وتدريب اللي هما الموظفين a human being is a general word for a person اما كلمة عبارة human being فهي الكلمة العامة لكلمة شخص فهيومن being or a person a human being is a person اوكي فهيومن being معناها شخص number two what is the difference between to be in charge and to be charged ما هو الفرق بين to be in charge العبارة the to be in charge وعبارة to be charged فيه طبعا فرق كبير في المعنى بين الاثنين خلينا نشوف كده الفرق في المعنى if you are in charge of someone or something you are responsible for it لو انت in charge of someone يعني انت لو انت مسؤول عن شخص أو شيء فانت مسؤول عنه ها هو ده ترجمة ترجمة a to be in charge if you are charged for something اما بقى if you are charged for something you have to هنا بقى معناها انك انت يجب ان تدفع لهذا الشيء you have to pay money for it if I charge you if you are charged فانت معناها انك انت تدفع فلوس مقابل هذا الشيء also you can be charged with a criminal offense ده معنى تاني بقى to be charged برضو معناها انك انت تتهم بقريمة المعنى الآخر تتهم بقريمة to be charged with a criminal offense which means you are accused of doing something هاد معناها انك انت متهم بعمل شيء متهم بارتكاب جر من ما this is a reading exercise طبعا عندنا تمرين reading put the presentation in the correct order حطوا ال presentation دين في الترتيب الصحيح we have a presentation and it's divided into five parts and they are not in the correct order عندنا هنا presentation مقسمينها خمس اجزاء و مش مترتبين الترتيب الصحيح فعلى سبيل المثال خلينا كده نقرأهم الخمس اجزاء a b c d and e و بعد كده نراتبهم number one has been you know done for you اجزال اولاني هو اجزال اول من المثال ها هو محلول بنسبالك خلينا نقرأ المثال presentation to start with remember to always act professionally this is a b hello and welcome today i'm going to be giving advice about internships first i'll talk about what most companies will expect from you after that i'll give advice about how best to put yourself in a position where you might be offered a job my final point will be what to do when you are when your internship finishes see finally after your internship has finished try to stay in contact with important people at the company ايزاك تتبه هنا لقراءة كلمة finished شوفر بقول ما قلش finished لا بقول finished بعد الصوت اللوة بعد الـ S-H الـ E دي تنطق T finished طبعا في بعض الناس يقول لك تاي عمي إليهم مهتمي بالحقات دي وكلام من ده ايوا دي اللغة المفروض تتعلم اللغة صح يعني دي if you hope to get a full-time job at the company where will you where you will be an intern find out what kinds of skills you will need for the job if you like any of these skills try to improve for example if the job wants someone who can give presentations see if you can practice this by giving talks to your team e watch people at the company too who is successful and why ask them how they got their jobs and try to learn from them don't be afraid to ask questions and we don't be afraid to take on challenges if something difficult comes up accept the challenge employees will like this okay so this is number one and this is number two to start with taba هنا بعد المقدم اليه hello and welcome and i start to start with لن نديا ن البداي and then we have this is number three and this is number four and finally is going to be the last part طبعاً finally هنا يكون الجزء الاخير اللي هو رقم خمس read the presentation again circle true or false and correct the false sentences هتقرأ مفروض نقرأ البرزنتيشن تاني نحن قرأناها خلاص نعمل دايرة على العبارات الخاطئة الصحيحة نعمل دايرة على كلمة true لو كانت العبارة صحيحة لو كانت العبارة خاطئة نحط على false لو كانت خطئة نصلح اللي هي العبارات الخاطئة number one has been done for you according to the speaker companies will expect interns to behave in a certain way and this is actually true number two it is difficult to learn new skills while you are an intern this is actually false طبعاً دياً خطأ and this is the correction وعد التصريح بتاعها you can learn new skills ممكن ان انت تتعلم مهارات جديدة مش صعبة انك انت تتعلم مهارات جديدة يعني هنا بقول صعب انك تتعلم مهارات جديدة it is best to spend your time with other interns يعني بقول لك من الأفضل انك تتخذ وقتك مع اللي هما المتدربين الآخرين طبعاً دياً false خطأ you should try to spend some time with successful people at the company مفرد انك بتحاول بعض الوقت مع الناس اللي هما نجحين في الشركة employees will notice you if you take on difficult tasks and this is actually true يعني اللي هنا الموظفين هينتبه لك لما تقبل بالهي المهام الصعبة okay this is a language exercise طبعاً دياً التمرين في القواعد complete the sentences with the passive form of the verbs in brackets هنكمل القمل بالفعل نحطه في المبني للمجهول number one has been done for you الأولى هي محلول لك المحلول لك the first file serves create by the Romans فطبعاً create هنا تبقى was created محلول عندك هي خلينا بقى نشوف التانية طبعاً أنا نزلت الحال بتاعها هوان مش مشكلة London damaged badly by fires several times before 1666 when much of the city destroyed طبعاً لندن طبعاً عندي هاندي ماضي 1666 london was damaged damaged london دمرت okay وبعدين هنا عندي destroy هنقول برضو لأن برضو عندنا ماضي زمن كله ماضي بسيط هتبقى was destroyed destroy التصريف الثالث منها it's a regular verb ضفنا ايدي هنا برضو regular verb damage عشان اخيرها ايه ضفنا دي فقط in 1824 the first look of fire brigade established in edinburgh edinburgh scotland طبعاً هنا برضو ماضي بسيط فان all was established uh uh brigade صبعاً مفرد خلت was established ثالث من established established okay today brave firefighters respect throughout the world uh حالياً في الوقت الحالي okay فهنا طبعاً في الوقت الحالي present firefighters طبعاً plural هقول are respected يعني يحترموا في جميع أنحاء العالم لهما رجال الأطفاء يحترموا في هذه الأيام في جميع أنحاء العالم a new vaccine against COVID-19 developed recently طبعاً recently هنا هيبقى مضارعة تام فها هيبقى has been developed يعني هنا باكسين جديد للCOVID-19 آآ طوروه حديثاً أو أخيراً فدي المضارعة دا has been developed طبعاً أنا قلت لكم المضارعة تام مش مشروح عندنا في من ضمن القواعد حتى الآن مش مشروح أوكي فهاز COVID-19 مفرد خادت has وادا التصريف الثالث وادا been وتصريف الثالث developed المضارعة تامة بنحاول له مجهول قلت لك أحط لك الرابط بتاع الشريط فيها تلاقي المضارعة تامة هناك بنحطه هاب أو هاز زائد been زائد التصريف الثالث بين هنا أحد أشكال verb to be أنا قلت لك المبني المجهول أساسه أحد أشكال تصريف الثالث هنا تبقى هاد been arrested دا مضي تام ليه؟ أنا عندي هنا زمنين واحد مضي تام واحد مضي بسيط هذا المضي بسيط و هذا المضي التام بس طبعاً مبني المجهول الحسن اللس قبض عليه قبل أن يحاولوا الهرب فهنا عندي حدثين في الماضي واحد أقدم فهيبقى دا الماضي التام من اللي هو قبض عليه و إن يحاول الهرب طبعاً دا كان بعده فدا ماضي بسيط This is the writing exercise write about the responsibility of a manager اكتب عن مسئوليات المدير write an essay of about 200 words اكتب مقالة من كونا من 200 كلمة و كما قلت لكم دايماً السنادة عندكم أسئلة مقال انتبه للمقال لازم تتدرب على كتابة المقال أي مقال أنا أشير دايماً للمقالات المهمة التي تهتموا بها لكن في نفس الوقت لازم تعرف كيف تكتب أنا أعمل خمس فيديوهات بتعلمك كيف تكتب والروابط بتاعتها موجودة هتلاقيها مع كل فيديو روح تفرج عليها وتعلم ازاي تكتب ما تتعلمش انك تحفز موضوعات وتروح تحطها في الورقة ده طبعاً الاحتمال الكبير جداً 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 انك مش هتلاقي نفس الموضوعات هذا هو الوقت الآن أبداً من أحضر في المقالات الموجودة لقد أتحدث قلم بإمكانكم للمقالات الموجودة لا تتعلمشين من قناة وضعنا بإشتراك والإشتراك في القناة وضعنا بإعجابنا والإعجابنا بالإعجابة وضعنا بالإعجابة والإدعاء في المقالات سلطة على ريالة التنبهات وترجمة كل الفيديوات إلانا بانشورها share the video with anyone who may benefit from it شارك الفيديو مع أي شخص ممكن يستفيد منه and send us your comments وبعتلينا تعالي آتك Until I see you in another video I wish you all success السلام عليكم ورحمة الله وبركاته